تبادل المتمردون الحوثيون في اليمن والمنظمات التابعة للأمم المتحدة الاتهامات بالفساد ونهب المساعدات فعقب اتهامات وجهتها مسؤولة في الأمم المتحدة للحوثيين بتقييد العملية الإغاثية في مناطق سيطرتهم ومحاولتهم التحكم بالمستفيدين والشركاء المحليين اتهم القيادي محمد علي الحوثي المنظمات الأممية العاملة في المجال الإنساني والإغاثي اتهمها بالتلاعب بأموال المنحين اتهمات متبادلة ليست الأولى من نوعها ولكنها تثير الجدل بشأن عملية إصال المساعدات الإنسانية الضرورية لمستحقيها في اليمن معنا الآن من القاهرة مدير الدراسات والبحوث في وزارة حوق الإنسان اليمنية وليد الأبارة مساء الخير أستاذ وليد مرحبا بك معنا من جديد في غرفة الأخبار ما حقيقة هذه الاتهامات أولا بحسب معلوماتكم بين الطرف الانقلابي الطرف الحوثي وبين منظمات الأمم المتحدة من الذي يتلاعب بهذه المساعدات برأيك مساء الخير لك ولكل السادة المشاهدين أعتقد نحن أمام فضيحة بدأت تظهر إلى السطح وأعتقد أنها قد تؤدي إلى أن تفقد الأمم المتحدة والمنسقية الإنسانية قدرتها على السيطرة على إدارة العمل الإنساني في اليمن فيما يتعلق بالاتهامات التي كانتها مرسلة مولر مساعدة الأمين العام للعمل الإنساني أعتقد أنها لم تأتي بجديد اتهمتهم بسرقة العمل الإنساني ونحن نسمع عن هذا منذ بداية الأزمة في اليمن صحيح لكنها اختبأت خلف هذه الكلمات التي ظلت ترددها المنسقية وأيضا سيدة ليزا جراندي والمسؤولين الذين قبلها منذ سنتين تقريبا لم تحدد كيف يتم سرقة هذه المساعدات ولم تكشف عن هوية أولئك الذين يضعونهم الحوثيين أو الذي يحددونهم الحوثيين كمستفيدين لهذه المساعدة الغذائية وبحسب معلوماتنا نحن في الدراسات والبحث في وزارة حقوق الإنسان الحوثيون لديهم يدفعون لعناصرهم المدرشاوية كل ثلاثة أشهر نصف مرتب تقريبا يبدأ من 20 ألف للجنود وأكثر من ذلك للرتبة الأعلى وهناك ما يسمى بهيئة الإمداد العسكرية تقوم عن خلال المشرفين في المديريات وأيضا في المديريات والمراكز بتوزيع وإرسال قواسم غذائية لعوائل وأسر العناصر التي تقاتل وترابط في الجبهة القتالية المختلفة للحوثيين الحوثيين يقومون من خلال الشركاء المحلين والمنظمات التابعة لهم في المحافظات التي لا تزال تحت سيطرتهم بوضع أسماء أسر هؤلاء العناصر ووضعها كأمر واقع أمام هذه المنظمات ليتم صرف هذه المساعدات لهؤلاء الأسر وبالتالي يصبح مجمل العملية الإنسانية تتحول إلى مجهود حربي وتعزز قدرة الحوثيين على تغطية الجبهة سواء من الناحية الغذائية لأسر المقاتلين وأيضا في دفع مخصصاتهم عبر فائدة الغاثة وبيعها في الأسواق السوداء وبالتالي هذه فضيحة جديدة ربما كان يصعب في السابق كشف هذه الآلية بسبب أن الحوثيين قاموا بإغلاق كل المنظمات الإنسانية والحقوقية المستقلة في المناطق التي يسيطرون عليها كما قاموا بإغلاق القنوات المستقلة وأيضا كل الصحف والمواقع الإخبارية وبالتالي أدى إلى التستر على هذه العملية الآن أصبح كل شيء واضح المنصقية الإنسانية بادت تدرك بأنه يصعب في العام 2020 إقناع الدول المالحة بدعم خطة الاستجابة الإنسانية للعام 2020 والتي قد تتجاوز الخمسة مليار دولار بسبب ما يقوم به الحوثيين من فرض قوامل المستفيدين وأيضا اقتحام مخازن المواد الغذائية وأيضا سارقتها وخصصتها للمجهود الحربي هذا فيما يتعلق في طبيعة العمل الإنساني طيب أستاذ وليد نحن لدينا معلومات من الماضي حول كيفية تصرف الميليشيات الإنقلابية مع هذه المساعدات هناك كما أشارت حضرتك هذه الميليشيات تريد لهذه المساعدات أن تذهب لجهات معينة تريد أن تحدد من هم الشركاء المحليون المنظمات المحلية الذين يتعاملون معهم وكل هذه الأمور هذه معروفة ولكن على المقلب الآخر من جانب الأمم المتحدة هل هناك تقصير هل هناك نوع من التسيب في عملية توزيع المساعدات صحيح أولا علينا أن نفهم الإطار القانوني الذي تدير من خلاله الأمم المتحدة الواقع الإنساني في اليمن عبر الخطط الاستجابة الإنسانية المعدة منذ العام 2015 وحتى 2019 لم يعد يندرج توزيع المساعدة ضمن المساعدة الإنسانية وإنما ضمن التدخل الإنساني نعم بمعنى أن الأمم المتحدة تدير المساعدة الإنسانية بمعزل كله عن الحكومة الشرعية وحاليا لا يوجد أي سيادة إنسانية للدولة اليمنية على الواقع الإنساني فيما العديد من المنظمات استغلت ضعف الدولة اليمنية في العام 2014 حين كان الحوثيين في زخم قوتهم وقاموا بإبرام العقود ورفضوا أن يتم انسحاب مقراتهم ومكاتب هذه المنظمات من العاصمة الصنعاء إلى المناطق التي تسيطر عليها الحكومة الشرعية وخصوصا بعد تحرير عدن ودعوة الحكومة في أكثر من مناسبة لتلك المنظمات أو للعديد من المنظمات الدولية وخصوصا متخصصة بالعودة للعمل من عدن وتوعدها بتقديم كل التسهيلات سواء القانونية والأمنية والإجرائية لهذه المنظمات بأداء واجبها على أكمل وجه إذن كان هناك تواطئ دولي واضح فيما يتعلق بهذه المساعدات وهناك أيضا ربما لم يكن حين الوقت بسبب ضعف وشح الموارد المتحصلة من قبل الحكومة الشرعية بأن تنشئ هيئة لحالة الطوارئ لمواجهة الجوع وأيضا الأوبئة وتثم خصخصة ميزانية لها من قبل الحكومة لتواجه الواقع في اليمن سواء في المناطق المحررة أو في المناطق التي ما تزال تحت سيطرة الحوثيين وأن تقوم بدعوة سواء الدول داخل الجامعة العربية والدول في العالم الإسلامي لدعمها أولا والدول الديمقراطية التي تود أن تقدم المساعدة الإنسانية لدوافع خيرية وليس من أجل المصالح السياسية وأيضا من أجل إطالة أمد الحرب وتقوية الحوثيين استخدمت كثير من الدول النافذة داخل النظام الدولي طوال السنوات الحرب الماضية مصطلحة الإنسانية كثيرا من أجل تمرير أجل دات سياسية كما حدث في معركة الحديدة ونحن نشاهد اليوم وباء الكوليرا عاد وباء الأرقام الجوعة والمحتاجين للمساعدة الغذائية ارتفع منذ العام 2018 إلى عام 2019 بحوالي 3 مليون شخص من 18 مليون شخص محتاج إلى 21 مليون شخص إذا نحن نتحدث عن ارتفاع متفاقم لكل جوانب الإنسانية سواء فيما يتعلق بالجانب الإيوائي والطبي المتعلق بالنازحين أو فيما يتعلق بالمساعدة الغذائية العاجلة أو فيما يتعلق بالتفشي الأوبياء وأيضا شحة تغذية الأطفال بالإضافة نعم طيب أستاذ وليد في الدقيقة المتبقية هل المشكلة مقتصرة فقط على المناطق التي تخضع لسيطرة الطرف الإنقلابي أم أن المشكلة أيضا موجودة في مناطق الخاضة على سيطرة الحكومة هناك لا تزال العديد من المنظمات الدولية وشهدنا الأستاذ عبد الرقي فتح وزلي الدارة المحلية ورئيس الهياء العليا للإغاثة أو اللجنة العليا للإغاثة طالب في أكثر من تصريح بلا مركزية العمل الإغاثي بمعنى أنه كانت هذه المنظمات تدير عملياتها من العاصمة صنعاء وكان هناك وعود من قبل الأمم المتحدة بفتح خمسة مراكز لإيصال هذه المساعدات وأربعة منها في المناطق المحررة وكان يفترض خلال خطة الاستجابة الإنسانية العام 2019 أن يتحسن أداء عمل هذه المنظمات وأيضا طالبنا في وزارة حقوق الإنسان في أكثر من مناسبة أن يتم إعادة النظر في الخطة التشغيلية للمنسقية الإنسانية لهذه المساعدات على سبيل المثال كنا نأمل أن يتم تخصيص على سبيل المثال البند الأول من هذه المساعدات أن يخصص للمواد الطبية والإيوائية العاجلة للنازحين والفارين من مناطق المواجهات وأيضا البند الثاني للمعدمين والذين لا عائلة لهم وأن يتم دعم الحكومة الشرعية عن طريق البنك المركزي اليمني لدفع مرتبات موظفية الخدمة المدنية في كافة مناطق الجمهورية اليمنية هذا كان على الأقل سيحسن من فرص أن يستفيد أكبر عدد ممكن من المحتاجين من هذه المساعدات وأن تصل إلى كل المناطق لكن للأسف الشديد تدار هذه المساعدات الإنسانية بشكل مركزي من قبل الأمم المتحدة وأيضا عبر مركزية العاصمة صنعاء باعتبارها العاصمة التاريخية وما تمثل من تقل ويتم أيضا بما أن العاصمة صنعاء يسيطر عليها الحوثيون فهم أكثر المستفيدين من هذه المساعدات ويقومون بتوظيفها وفقا لأجنتهم العسكرية والطائفية شكرا جزيلا لك الأستاذ وليد الأبارة مدير الدراسات والبحوث في وزارة حقوق الإنسان اليمنية كان معنا من القاهرة مزيد من الملفات ضمن غرفة الأخبار ونتابع بعد الفاصل الجيش الليبي يحضر الطيران فوق منطقة عمليات ترابيس ترجمة نانسي قنقر